السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استفسار حد من الأخوة أو أخوات يقول إذا كان الشخص يمشي يومياً ساعتين كامل يحتاج أكثر من ثلاثة لترات يمكن أن يكون ستة لترات نرجو من الدكتور توضيح ذلك من قبلنا وهذا استفسار والتعليق مهم جداً نعم عندما تحدثنا عن تناول برنامج تناول المأساخن هذا برنامج اعتئدية برنامج يومية اللي هو الحد الأدنى دائما نذكر هذا الحد الأدنى لكن هناك عوامل أخرى خارجية التي تتطلب إلى زيادة كمية المأساخن عن ثلاثة لترات على سبيل المثال عن ممارسة الرياضة أو عندي لقاء خطبة أو تحدث على سبيل المثال أنا عندما أتحدث في خلال اللقاء المباشر عن الهواء مباشرة يعني هذا يستغرق تقريباً ساعتين أو أحياناً ثلاث ساعت في كل خلال حوالي نصف أتناول كاس مأساخن يعني كون خلال المحاضرة الكاملة أو اللقاء يعني خلال ساعتين أو أكثر أكون تناولت ما لي قل عن لتر ونصف إلى لترين من المأساخن وأكمل برنامج كالمعتاد لماذا؟ لأن هنا لأنه بذلت مجهود أكثر وأحتاج زيادة من كمية المأساخن عن كمية المعتادة عليه يومياً وكذلك الرياضة عند ممارسة رياضة يعني الشخص يمارس رياضة ساعتين هنا في حصل الجسم الجفاف لأن عند ممارسة رياضة عند تحدث كثيرة أو سمي مثلاً إلقاء خطبة أو ما شاء ما ذلك أو تحدث كثيراً الشخص يفقد كثير من السوائل ليس فقط سوائل ليس ديهايدراشن أو فقدان السوائل بل يفقد كثير من السوائل والأكسجين والهيدروجين والطاقة لأن الشخص عندما يتحدث يستهلك كمية يعني يحتاج الطاقة طاقة حائلة جداً لأن الخلايا الدماغية هي تعتبر هي الأساسية المحكمة الأساسية لكل عضاء جسم الإنسان كل عضاءها وبتالي جهاز المخ يعطي لنفسه كمية أكبر من هذه المواد الأساسية يعني وتحدثنا ذلك مراراً يعني المخ يتكون من نسبة 78% مأة بينما الجسم بأكماله يتكون من 75% مأة فبتالي المخ يعطي لنفسه كمية كبيرة جداً تخيل أكثر من 3-4 من كمية المأة في المخ ثانية المخ يستقبل يومياً 20% من الأكسجين وهي الأعلى عن أي عضو آخر ثالث مخ يستهلك أكبر كمية الطاقة تمثل 20% من الطاقة يشكل يومي وهي الأعلى عن أي عضو آخر في الجسم وكذلك عملية التحدث والتفكير والتخزين والتخاذ قرارات وزيادة قدرة التركيز وزيادة قدرة الذكاء وما شبه ذلك كل هذا هي قلة الحوادث كل هذا يتطلب الهايدروجين يلعب دور كبير جداً لأن عملية تحرك هذه الذرات تحتاجة كل الذرة تحتاج إلى هيدروجين وهذا اكتشفه العالم الأمريكي الراحل وهو العالم في الكيمياء الحيوي ألبرت زينت جيوجي الهائز على جائزة نوبل وهو عالم أمريكي من أصل الميجر الذي اكتشف عن فوائد الهايدروجين وبأنه لا تتحرك أي من الظرات من الظرات إلا أن يرافقها الهايدروجين ذلك الهايدروجين هذا مهم جداً على وعلى بقية المواد الأساسية وجميعها جميعها يغذيها الماء الساخن من مصدر واحد الماء الساخن باعتباره المصدر الوحيد الاستثنائي في كل مخلوق بشري دون استثناء معدى أدم وحواء عليهما السلام وكذلك الماء الساخن هو المصدر الوحيد الاستثنائي في جميع الكائنات الحية على القرة الأرضية وبتالي تخيلوا من هذه القطرة فعالية الماء الساخن ولذلك ضرورة جداً جداً زيادة كمية عن الكمية المعتادة عليها بس لا يكون في إفراط من حيث هناك حد أقصى من تناول الماء الساخن خلال فترة وجيزة يعني بمعنى وتحدثنا مراراً لا تجاوز عن لتر واحد من الماء الساخن خلال ساعة وإذا كان ممارسة الرياضة ساعتين ممكن تناول إلى حد لترين من الماء الساخن بين اللتر إلى اللترين وإكمال البرنامج المعتاد عليه بشكل يومي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متحدث أمامكم أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجر مواطن من زلطنة عمان مؤسس حاكوة والناس ومؤسس الطب الحاكوة باثي بالولاة المتحدة الأمريكية مع السلامة نرجو من كل من مستمع سواء نذكرنا هذا ولم نذكر هرية بنشر هذه المعلومات هدفنا أن كل منادي له الحق يحقق الصحة الشاملة بطريقة طبيعية بعيدة عن أي أضرار كيميائية ولذلك الماء الساخن له أسرار مخفية لم يكشف التاريخ لم يكشف التاريخ وأنتم تسمعوها الآن من وحد الآخر من خلال جميع وسائل اللي اجتماعية وسائل اللي نشر ووسائل بعدة طرق ووسائل نشرب ونفع للأمة البشرية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة